اشتركوا في القناة وأن الذي يسعد هذا القلب هو كلامه جل وعلا والإقبال على الطاعات وترك ما حرم الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا أحبابي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة طاها فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية يا غالي من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية والعبودية يا غالي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة يا غالي هذه الكلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية فعلا والله قول بعمل لماذا لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عاش على القرآن وشاب على القرآن ومات على القرآن تعلمون شيخ الإسلام مات على قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونغر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا غالي شيخ الإسلام ابن تيمية مات على هذه الآية لأنه عاش على القرآن لأنه وجد السعادة في كلام الله سبحانه وتعالى فأغالي أقبل على القرآن والله تجد السعادة الله سبحانه وتعالى أوصى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتمسك بالقرآن وهو أطقى الناس وأخشى الناس وأحب الناس إلى رب الناس سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون اشتركوا في القناة لقد اشتركوا في القناة